سيدة صالحة تقية حافظة لكتاب الله منذ الصغر وتحسن التوكل عليه توفي زوجها الذي كان يعمل مزارعا بالأجر بعد أن ترك لها ثلاثة أبناء كلهم بالمدارس وأكبرهم في العاشرة من عمره وقد تكفلت الأم بتربية أبنائها تربية صالحة فكانت بعد صلاتها للفجر وقبل مغادرة بيتها تقول دائما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك ثم تخرج من القرية ذاهبة إلى المدينة لتبيع ما جمعته من أهل القرية من بيض وجبن ثم تعود إلى بيتها سعيدة بعد أن تبيع كل ما أخذته معها بفضل من الله وتشتري طلبات أبنائها وبمزيد من مشاعر الحب تبدأ في مراجعة القرآن والدروس مع أبنائها كان بيت الأم بسيط الحالي ضعيف الأساس وفي ليلة من الليالي اشتده طول الأمطار وزادت الرياح وكانت تطيح بكل شيء فظلت الأم مستيقظة طيلة هذه الليلة تخشى على صغارها الذين استيقظوا على شدة الأصوات التي يسمعونها فاحتضنت الأم صغارها وحاولت تدفئتهم بكل ما لديها وأخذت تدعو ربها وتناجيه أن يحفظ صغارها وأن يدبر لهم أمورهم ثم نهضت بعيدا عن صغارها وأحضرت ورقة وقامت بكتابة كلمات ووضعتها في شق موجود على الحائط وقد شاهد الإبن الأكبر ما فعلته أمه دون أن تعلم مضت الليلة على خير وفي الصباح سألت جارة الأم كيف لم يسقط بيتها رغم سقوط بيوت ربما أشد صلابة من بيتها فابتسمت وذكرت لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم ثم تلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مرت الأيام والأعوام وكبر الصغار وأصبح لهم شأن عظيم وانتقلوا جميعا إلى إحدى المدن ليعيشوا في بيت كبير وتركوا أمهم في بيتهم المتواضع بناء على رغبتها وكان الأبناء بارين بأمهم وقدموا لها كل ما تتمنى حتى توفيت وقد حزن الجميع على فقدانها وأخذوا يستعيدون ذكريات طفولتهم مع أمهم الحنونة وإذا بالابن الأكبر يتذكر الورقة التي وضعتها أمه فأخبر إخوته بما حدث وتوجه والتقط الورقة التي كانت توضع خلف حجر في شق الحائط وعندما سحب الورقة أخذ البيت يهتز بعنف فخرج الجميع مسرعين خوفا من أن ينهال البيت عليهم وبعد دقائق سقط البيت فحمد الأبناء ربهم وتعجبوا لما حدث وعندما فتحوا الورقة وجدوا فيها فلتصمد بأمر الله بكى الأبناء بشدة ودعوا لأمهم بالمغفرة فكم كانت تقية وشديدة ثقة بالله فأراها الله عجائب قدرته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رجل صالح تقي وبسيط متزوج ولاه ثلاثة أبناء ويعمل خياطة ويجتهد بشكل كبير في عمله ورغم دخله القليل إلا أنه كان كثير الشكر لله ولا يتأخر عن مساعدة الفقراء والمحتاجين ولأن المؤمن يتقبل اختبار الله وابتلاءه بإيمان قوي وصبر جميل فقد توقف عن العمل بسبب عدم وجود طلبات من الناس على ما ينتجه وعجز عن توفير حياة كريمة لأبنائه فخرج يعمل في المعمار ليتمكن من تأمين قوت يومه ولأسرته بدلا من سؤال الناس مقتديا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وفي صباح أحد الأيام أثناء ذهابه إلى عمله وجد شابا جالسا يبكي بشدة وغير قادر على الحركة فذهب إليه وسأله عن سبب بكائه فأخبره الشاب بأنه فقد الذاكرة ونسي كل شيء فأخذه الرجل الصالح وعاد به إلى بيته ليعيش مع أبنائه محتسبا للأجر والثواب عند الله عز وجل حل الشاب ضيفا كريما في منزل الرجل الصالح وتعامل معه معاملة طيبة فأحب الشاب الرجل كثيرا وأحس بعطفه الدائم عليه وطلب منه أن يعلمه مهنة الخياطة فأشفق عليه وقام بتعليمه ربما نفعته هذه المهنة في المستقبل وفي أحد الأيام طلب الشاب من الرجل الصالح الذهاب معه إلى عمله ليشاهد المكان الذي كان يجلس فيه ربما تذكر شيئا فأخذه الرجل وذهب معا وفي هذا الوقت فوجئ الشاب ببعض الرجال ينزلون من سيارة فاخرة يتجيهون إليه بلهفة شديدة وفرحة كبيرة اعتلت وجوههم وأخذوا ينادون على الشاب سيد المدير سيد المدير أصاب الرجل الصالح وكذلك الشاب العجب والحيرة وعندما قام الناس بالاقتراب منهما اتضح أن ذلك الشاب هو ابن رجل من أغنى الأغنياء وأن المدينة السكنية التي يعمل بها الرجل الصالح من أملاكه وأن هذا الشاب أصيب بفقدان ذكرته منذ فترة عندما اعتدى عليه أحد منافس والده ودفع برأسه إلى الحائط وتركه ومنذ ذلك اليوم ووالده والأسرة يبحثون عنه خاصة بعدما اعترف منافس والده بما حدث منه وبعد وقت قليل عادت الذاكرة للشاب وقرر نقل الرجل الصالح وأسرته إلى أحد القصور التي يمتلكها وطلب منه اختيار العمل الذي يحبه ليعمل به وذلك جزاء عمل الخير الذي قام بتقديمه له خالصا لوجه الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طبيبة شابة جميلة وناجحة في تخصصها ومن أسرة طيبة ميسورة الحال ورغم مسؤولياتها وانشغالها في عملها ظلت لمدة عام تذهب إلى المسجد لتحفظ القرآن عن طريق الحاجة أم عمر وبعد أن حفظته كاملا كانت تذهب إليها بين الحين والآخر لتراجع القرآن معها ثم انقطع اللقاء بينهما لفترة واكتفت الطبيبة بالاتصال الهاتفي لتطمئن على الحاجة أم عمر وبعد عام من آخر لقاء تم بينهما فوجئت الحاجة أم عمر بالطبيبة تتصل بها وهي تبكي وتريد مقابلتها في حجرتها بالمسجد فرحبت أم عمر بلقائها فذهبت الطبيبة وبعد أن سلمت على أم عمر انهارت وبكت وقالت لها منذ أسبوع وأنا في بكاء وحزن وعذاب وتأني بضمير حيث كان طفل مريض بالمستشفى الذي أعمل فيه درجة حرارته مرتفعة جدا فطلبت من الممرضة أن تأتي لي بحقن مسكنة ولكن الممرضة أتت بنوع آخر ودون أن أراجع وراءها أعطيت الطفل الإبرة وللأسف هو حتى الآن في غيبوبة ولا يستطيع الحركة وأنا دائما بجانبه وأتابعه بالساعات ولا يعرف بقصة الإبرة الخطأ أحد ومن يومها وأنا صائمة وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله أن يشفي الطفل وأن يسامحني فأنا أشعر بأنني المسؤولة إذا مات الطفل لا قدر الله فماذا أفعل حتى يرتاح ضميري هدأت أم عمر من روعها وذكرتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وطلبت منها كثرة قراءة القرآن والصيام والقيام والدعاء والتصدق وطمأنتها بأن الله سيكشف عنها هذه الغمة عملت الطبيبة بوصية الحاجة الفاضلة أم عمر وبعد يومين ذهبت إلى المستشفى لتطمئن على الطفل فوجدته في صحة جيدة ويبتسم مع والديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففرحت الطبيبة فرحا لا حدود له وبدون أن تدري أسرعت واحتضنت الطفل وقامت بحمله وتقبيله وهي تلف به داخل الغرفة وبعد أن هدأت وجدت والدة الطفل تقدم لها باقة ورد وتقول لها لا أستطيع تقدير معروفك ولن أنسى لحظة اهتمامك بولدي وسهرك معه حتى الصباح في غيابي جعل الله كل هذا في ميزان حسناتك وأكثر الله من أمثالك ثم قال والد الطفل للأسف فقد أخبرنا أكثر من طبيب هنا أن ولدي لن يفيق من غيببته وأن الموت مصيره ومنذ ساعة أفاق ولدي واعتبر الأطباء أن عودته للحياة معجزة كبيرة وأخبرون أن دعاءك له وعطفك على حالته وصلاتك من أجله ربما كانت الأسباب التي ردت إليه الحياة بفضل الله سبحانه ابتسمت الطبيبة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت لا يرد القدر إلا بالدعاء ومنذ ذلك اليوم أصبحت أم الطفل والطبيبة صديقتين حتى أنها تزوجت من خال الطفل المهندس الشاب التقي الذي كان يبحث عن زوجة بمواصفات هذه الطبيبة منذ سنوات حتى وجدها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ترجمة نانسي قنقر